نادي يوفينتوس الإيطالي بلا هزيمة في الموسم الحالي سبعة انتصارات في الدور المحلي وفوزان في دور أبطال أوروبا لكن بعيداً عن الملعب فإن النادي تراجعت قيمة أسهمه بنسبة 5% من قيمتها يوم الجمعة والسبب تزايد الضاجة التي تثيرها الاتهامات الموجهة إلى نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من امرأة أمريكية باغتصابها في العام 2009 يوفينتوس على حسابه في تويتر يوم الخميس الماضي غرد مرتين يؤكد دعمه للعبه المنتقل إلى صفوفه في شهر يوليو الماضي مقابل 100 مليون يورو أظهر رونالدو خلال مسيرته لـ 15 عاماً سلوكاً احترافياً في الملعب وخارج الملعب أيضاً أعتقد أن النادي محق في موقفه الداعم للعب كانت أسهم الفريق الإيطالي قد حققت مكاسب تصعودية منذ انضمام أفضل لعب في العالم خمس مرات إلى صفوفه تخطط القيمة السوقية لأسهمه عتبة المليار يورو للمرة الأولى منذ إدراجه في البورصة قبل 17 عاماً وذلك بفضل ما اعتبرته الصحف المحلية تأثير رونالدو وبعد أن وصلت قيمة السهم إلى يورو فاصل ثمانية في العشرين من سبتمبر فإنه أصبحت يوم الجمعة يورو فاصل ثمين رونالدو هادئ وجاهز للعب في مباراة السبت وشارك بشكل جيد في الحصة التدريبية يوم الخميس لا يمكن أبداً التشكيك بالسلوك الاحترافي له في كرة قدم أو غيرها وبينما أبدى مدرب يوفينتوس ثقته بلاعبه فإن شركات راعية لرونالدو أعربت عن قلقها تتقدمها شركة للمستلزمات الرياضية تمتلك عقداً ضخماً مدى الحياة معه مؤكدة في بيان رسمي أنها ستواصل متابعة الوضع عن قرب كما أعربت الشركة للألعاب الإلكترونية والتي يتصدر رونالدو غلاف إحدى أشهر ألعابها عن قلقها ويبقى الانتظار لرؤية ردة فعله يوم السبت في الملعب وأيضاً طريقة استقباله من قبل الجمهور